إلى ذلك أكد القيادي في اتلاف النصر على السنية لبرنامج المشهد الأخير أن الحكومة فشلت في دعم وزير الصحة على الدين العلوان لمواجهة مافيات الفسد موضحا أن التراخي في ملاحقة الفاسدين كان وراء استقالة العلوان قدم الاستقالة ما أقدر اشتغل لأنه هناك ضغوط كذا وكذا وكذا وتعرفين أكو غير ناس يقولون ما هو ليش ما قدمها للإعلام وقال يا بل كتلة الفلانية أو الحزب الفلاني أو المافيا الفلانية الاقتصادية الفلانية خذت قرار قبل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أنه بالتحقيق ما أنطي دعم للوزير المستقل يعني هذا راح يكون فريسة لتدخل أحزاب في وزارات أخرى هذا تمهيد لأنه إذا أنت ما أجريت لازم في هذا الموضوع ودعم الوزير وإيقاف هذا الأمر أنه بالتدخل من مافيات الشرقة والأحزاب الطامعة اللي هي عدتها هذا التقاسم والتكالب على هاي مالتك مثل ما تكلم الأخوة السادة النواب أنهم اللقاحات وغيرها وغيرها